السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام البأس ملأ قلبي وما زلت أقول لا بأس ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمين النهاردة مع واحدة بتصحى من النوم مرعوبة بسبب الخبط الكتير اللي بتسمعه بالليل وبتمسك العكاس بتاعها وبتطلع تشوف فيه ايه وبتحس بحاجة وراها وبمجرد ما بتلف بتتخض والعكاس بيقع من ايديها وبتتكابل من على السلم وبتقع على دماغها وبتفقد الوعي ولما بنتها سيري بترجع من حفلة المدرسة بتلاقي أمها سايحة في دمها وبتبلغ الشرطة لأنها خلاص بتكون فرقة الحياة وعلى الناحية التانية بنلاقي شيف محترفة اسمها نات بتعلم الشيفات اللي شغالين معاها وكمان بيجي صاحب المطعم وبيحييها على مجهودها معاه وبيقرر انه يخليها مسؤولة عن المطعم الجديد فبتفرح نات جدا وبتشكره لكن فرحتها ما بتكتملشي وبتجيلها مكالمة تليفون بتقلب كيانها حرفيا ساعتها بتنادي على صاحب المطعم وبتقوله ان اختها ماتت وبعد كده بيقعد صاحب المطعم معاها وبيسألها عن اختها لانها ما قالتش قبل كده ان لها اخوات فبتعرفه نات ان لها اخت توقم وما كانتش بتجيب سيرتها علشان حصل بينهم خلاف من كم سنة ومن وقتها ما يعرفوش حاجة عن بعض وبتقوله انها ممكن تطول علشان تاخد بالها من سيري بنت اختها وصاحب المطعم بيفهم وضعها وبيوافق على طلبها وتاني يوم بتسافر نات على طول ولما بتوصل بيت اختها بتشوف سيري واقفة في الشباك وبتيجي المحامية تقبلها بعدها وبتاخدها تدخلها البيت وبتنادي على سيري لكنها ما بتردش عليها وقتها المحامية بتقول لنت تسمحها لانها تعبانة من ساعة موت امها وكمان ما قدرتش تقول للشرطة اي حاجة من اللي شافته وبيفضلوا اللي اتنين يتنشوا في البيت ويتكلموا عن اصل اصحاب البيت واللي طلعت بسببهم سمعة على البيت انه مسكون لان حد منهم مات فيه لكن نات ما بيهمهاش الكلام ده علشان مش بتؤمن بيه بعدها بيطلعوا الاوضة اللي هتنام فيها وبتلاقي صورة اختها مع سيري وفي نفس اللحظة بتدخل سيري وهي متضايقة وبتاخد منها الصورة وبيدور بينهم حوار حد جدا لان سيري شايفة ان نات جاية بعد السنين دي كلها علشان تبيع البيت وتبقى وصية عليها وده بالزبط اللي هي مش عاوزاة وعلشان تبدأ سيري بتخويف نات من المكان بتقول لها ان البيت فيه ارواح سكنها ولما بتلاقي نات مش مصدقاها بتعرفها ان امها برضو ما كانتش مصدقة في الاول بعد كده بتجهز نات هدومها لكن بتسمع صوت خبط جنب السلم وبتنزل علشان تشوف فيه ايه وهي مرعوبة لكن مفيش ثواني وبتلاقي سيري خارجة من الحمام وبتفكرها هي اللي عملت الصدة وبعدين بيروحوا يحضروا الجنازة واول ما بيوصلوا بيقابلهم الينا حبيب سيري وبيتعرف على نات لكن سيري بتعملها وحش قدامه وبتسيبها وبتدخل معاه نات بقى بتدخل تشوف جثة اختها قبل ما تدفن وهي حزينة وبيجيلها صاحب اختها راندي وبيقول لها انهم شبه بعض قوي وبيعرفها بعدها انه كان بيساعد اختها في تجديد البيت وبيديها الكرت بتاعه علشان لو احتاجت حاجة وقبل ما تخرج نات من المكان بتسمع الناس بيتكلموا عن شكوهم في سيري انها هي اللي كون زقتها من على السلم لانهم كانوا دايما بيتخلقوا مع بعض فبتتدايق نات من كلامهم وبتروح تدور عليها وبتلاقيها وقفة برة مع إلينا وبتنادي عليها لكن سيري بتفكرها بتتجسس عليها اما نات بتفهمها انها جاية تاخدها ويمشو وسيري طبعا ما بتقبلش انها تاخد اوامر منها وبتعلي صوتها عليها فبتسيبها نات وبتمشي وبالليل بيبقوا قاعدين مع بعض وبتحاول نات انها تحسن العلاقة بينهم لكن سيري بتفضل بصة في التليفون وما بتردش عليها وبيدخل عليهم إليا وبيقول لنات ريحة الاكل اللي عاملا حلو فبتعرفه نات انها الاكلة المفضلة لاختها لكن سيري ما بيعجبهاش الكلام ده وبتعاير نات بالسنين اللي بعدت عنهم فيها إليا طبعا بيبقى واقف محروج وبيقرر ان يروح يشرب حاجة برة فبتقوله سيري اعمل لها كاسكو حل معاه لكن نات بتزعق لها علشان ما تشربش فبتتدايق سيري وبتقول لها انه امها كانت بتسمح لها وكمان مش هتاخد اوامر منها وبتسيبها وبتطلع قضيتها اما إليا فبيهدي نات وبيعرفها انهم ما بيشربوش حاجة تركيزها قوي وبعد ما بيطلعوا يناموا بتصحى نات على صوت خبط في الجدران فبتطلع تشوف في ايه وبتطمن لما بتلاقي الشماعة بتتحرك من الهواء وبترجع القضة تاني لكنها ما خدتش بالها من الشخص الغامض اللي كان بيرقبها بعد كده بيرجعوا البيت وبتقعد نات مع المحامية وبتمضي انها هتبقى الوصية على سيري وبتقول للمحامية انها عايزة تبيع البيت في اسرع وقت علشان تاخد سيري وترجع على شغلها وهنا بنلاقي مشكلة كبيرة في البيع لان البيت محجوز عليه من شرك التمويل علشان اختها كانت واخدة فلوس منهم تجاهز بيها البيت لكن نات بتبقى متضايقة وبتقول للمحامية تشوف حل علشان تقدر تبيع البيت باقصى سرعة وفي نفس اللحظة بتعدي سيري من جنب القوضة وبتسمعهم فبتدخل تتخانق مع نات وبتعرفها انها مش هتسيب البيت نهائي وبتطلع قضتها وباللل بتسمع نات صوت في المطبخ لكن بتتصدم لما بتنزل اول ما بتشوف وردة على الارض فكارة انها بتعمل كده علشان تخوفها ولما بتنكر سيري وبتنم وبتسيبها بتتدايق نات وبتشدها واللي اتنين بيفضلوا يزقوا بعض لحد ما نات بتزقها بقوة ولما بتتملك اعصابها بتاخد بالها انها كانت هتعوارها وبتتأسف لها بس سيري بتقول لها ان هي واختها زي بعض وهيموتوا بنفس الطريقة وبترجع نات قضتها بعدها زعلانة وما بتعرفش تنم من كلام سيري وفجأة بتسمع صوت حد ماشي في الطرقة ولما بتطلع بتلاقيها سيري لكن بتبقى نيمة ومش حسب نفسها فبتجري وراها نات وبتوقفها فبتصرخ سيري بصوت عالي وبتقول لها انها بتكره امها وبعد كده بتفوق وبعدين بتجري على الاوضة وتاني يوم بيروح راندي يركب الدفاية وبتشتكيلوا نات من الحركة اللي ورا الجدران فبيقول لها انها ممكن تبقى فران بتجري لان البيت قديم لكن فجأة بتشوف نات رسمة على الحيطة بتستخدم في السحر الاسود وبتعرف من راندي انها بتاعت سيري وبيقول لها كمان ان اختها تخنقت مع سيري كتير بسبب الرسمة دي وبعدين بيغير الموضوع وبيقول لها انه هيحط لها مصايد علشان يأكد لها ان الصد من الفران فبتشكروا نات وبتعزموا على العشاء وبعد شوية بتستغل سيري انهم مشغولين وبتتسحب علشان تقابل ايليا من غير ما ياخدوا بالهم وبيعرفها ايليا انه ما بيحبش راندي وبيقول لها كمان انه عارف عن علاقته مع امها في الوقت ده بتطلع نات تنادي على سيري لكنها ما بتلاقيهاش وبنروح مع سيري وايليا عند قبر امها وهنا بتبدأ تعترف له انها مش فكرة اللي حصل لامها وخايفة تكون هي اللي موتتها لانها بتمشي وهي نايمة وبتبقى منهارة وبتعايط بس ايليا بيهديها وبيقول لها ما تقولش الكلام ده لحد وبيوعدها انه هيفضل جنبها وهيحميها وبعد ما بيمشي راندي بتفضل نات مستنية سيري لحد وقت متأخر وبتلاقيها راجعة مش في وعيها وعاوز ايليا يطلع يبات معاها لكن نات بترفض وبتخلي ايليا يمشي فبتتعصب سيري وبترجع على قضتها ولما بتطلع نات وراها علشان تهديها بتسمعها بتتكلم في التليفون وبتقوله انها عايزة تخلص منها فبترجع نات على قضتها وبتطلع صورتها وهي شايلة سيري لما كانت طفلة وبتعايط وبتقوم تقفل الباب المفتاح وبتنام والتاني يوم بتطلع نات تاخد الجورنال من قدام باب البيت لكن بتتزحلق وبتقع وفي نفس اللحظة بتشوف شخص بيرائب البيت لكن لما بتروح وراه بتلاقيه اختفى فبتفضل نات مشغولة مع الشخص اللي بيرائبهم علشان كده بتطلع قدت اختها وبتفتح الدرج وبتتصدم لما بتلاقيها حتى مسدس جنبها وهنا بتفهم انها كانت حسة بالخوف فبتحط المسدس مكانه بسرعة لما الباب بيخبط وبتنزل تلاقيه ايليا وجاي معه ورد وبيتأسف لها على الموقف اللي حصل مبارح وبيوعدها انه هيخلي باله من سيري فبتتقبل نات اعتذاره وبتخليهم يخرجوا مع بعض وبعد ما بيخرجوا بتدخل نات قوضة سيري وبتقلب في حاجتها بتلاقي فيها كتاب عن السحر الاسود لكن بتحطوا مكانه بسرعة لما بتسمع الباب بيتفتح وبتوقع صندوق على الارض فبتلموا بسرعة قبل ما سيري تطلع وبتخرج من القوضة لكن سيري لما بتشوفها بيبان عليها القلق وبنلاقيها مخبية زازة كحول تحت السرير وبتحطها في الشنطة وبتمشي بعدها راندي بيروح لنات البيت وبيروش لها ملح في المكان اللي اتزحلقت فيه وبتقوله انها مستغرابة ان التلج بيترصب قدام الباب دايما وبتبقى شكة ان سيري هي اللي بتحضر الارواح خصوصا بعد ما شافت كتاب السحر وبعدين بتطلب منه انه يجيب لها جهاز انذار يركبه علشان محدش يدخل يموتها زي ما هي شكة ان اختها تقتلت وبالفعل بيروح راندي يجيبه ويركبه وبيصهروا الاتنين مع بعض وبيشربوا كحل وده بيجرهم في علاقة مع بعض وفي اخر اليوم بترجع سيري وجهاز الانذار بيشتغل اول ما بتدخل للبيت فبتنزل نات توقف جهاز الانذار وبتفهمها انها مركبه علشان الامان وبينزل راندي وراها واول ما بتشوفه سيري بتزعق معها وبتعرف نات انه كان على علاقة بامها فبتستحقره نات جدا وبتطرده من البيت والتاني يوم بتحاول نات تصالح سيري بس سيري ما بترضاش تتكلم معاها وبتروح تفتح الباب لإيليا يتكلم معاها وبتطلع قضتها فبتسأله نات لو كانت سيري قالت له اي حاجة عن الليلة اللي امها ماتت فيها لكن إيليا بينكر انها قالت له حاجة وبيسيبها وبيطلع يقعد مع سيري في القوضة وبيلعبوا ويجا مع بعض وبيستحضروا الارواح اللي في البيت لكن بتجيلها روح امها وبتقول لها انها زعلانة منها علشان هي اللي موتتها فبتفضل سيري تعيط ومش مصدقة انها عملت كده أما نات فبتروح القسمة علشان تخلي الزابط يحقق في موت اختها تاني لكنه بيرفض لانه ما فيش اي دليل ان حد هاجمها ولما بتخرج نات بتلاقي راندي مستنيها وبيعتذر لها وبيوعدها انه مش هيخبي عليها حاجة تاني فبتقبل نات اسفه وبتقوله انها هتروح وتكلمه في وقت تاني وبالليل كان عادة بتسمع نات صوت خبط وبتنزل تخبط هي كمان وبتلاقي حد بيرضلها الخبطة فبتترعب وبتيجي سيري كمان من وراها وبتقول لها ان امها ما كانتش مسدقة ان ده بيحصل وفي اللحظة دي بنلاقي الشخص الغامض دخل قوضة نات وبيفتح الدرج وبياخد صورتها وهي شايلة سيري في اليوم اللي بعده على طول نات بتجيب راندي يتأكد من الباب اللي كان بيخبط ولما بتنزل سيري وبتشوفه بتتدايق وبتجري على المطبخ لكن بتحس بصوت ورا باب سري في المطبخ ولما بتفتح بتلاقي اصنصير سري فبتنزل في المكان مهجور وبيجي حد من وراها وبتبقى مرعوبة لكن بتطمن لما بتلاقي ايليا وبيعترف لها انه عايش هنا من بعد ما اهله طردوا من البيت في الوقت ده بتقلق نات عليها وبتطلع تدور عليها هي وراندي وبيلقوا المحامية جايلها فبيقول لها راندي انه هيمشي لكن باين عليه انه قلقم من حاجة وبنرجع تاني لسيري وإيليا وهو بيقول لها انه هو اللي بيعمل الاصوات علشان يخوف نات وتسيب لهم البيت وتمشي وبعدين بيقربوا من بعض بس هنا بنعرف ان إيليا هو الشخص الغامض لما بنشوف سورة نات مع سيري وقعت منه اما نات فبتعرف في اللحظة دي ان راندي يبقى صاحب شركة مقاولات وانه عاوز يستولي على البيت وسيري وإيليا بيسمعوا الكلام وبيقرروا يتدخلوا فبتطلع سيري لوحدها وبتقول لنات انها هتعمل اي حاجة علشان تفضل في البيت وبتتعصب جدا علشان نات بتفهمها الوضع اللي هم فيه وبتسيبها وبتجري على قضتها فبتطلع نات وراها في القوضة لكن ما بتلاقيهاش وبتنزل المطبخ تشوف الفتحة السرية وقبل ما تكتشف الباب بيخبط ولما بتفتح بتلاقي راندي وعاوز يدخل علشان يفهمها موقفه لكن نات بتمنعه ان يدخل وبتطرده بس راندي قبل ما يمشي بيبص على الشباك وبيلاقي في حد بيبصله فبيخاف راندي عليهم وبيدخل يفتح الباب بالمفتاح بتاعه وبيجري ورانات علشان يحذرها بس بتيجي سيري وبتخبطه بحديد على دماغه وبيفقد الوعي بسببها بس المرة دي بيطلع إليا معاها وبيكتف راندي باللازق وبيتصل بالشرطة تيجي تقبض عليه ورغم اللي بيحصل بيطلاحز نات انهم بيختفوا وبيظهروا من غير ما حد يشوفهم وبتبدأ تشك فيهم خصوصا إليا اللي بيبقى عاوز يرمي تهم على راندي علشان يثبت الملكية الكاملة لسيري في البيت وبتاخد إليا معاها يعملوا شاي لحد ما يفوق وبتلاحز انه بيتكلم معاها بجرأة غير المعتادة لكن بتقطع سيري كلامهم علشان راندي فاء فبتستغل نات انهم خرجوا وبتحط السكينة بتاعتها في جبهة ولما بيطلعوا مش بيرضى إليا انه يفق اللازق من على بق راندي وما فيش ثواني وبيسمعوا صوت المية وهي بتغلي فبيدخلوا هم التلاتة وإليا بيرجع سيري تاخد بالها من راندي وفي اللحظة دي بيكلمها إليا على المكشوف وبيقول لها انه عاوزها تبعد عنهم فبتخاف منه ناتو بتجري على السكينة لكنه بيسبقها وبيحط الحديد عليها أما سيري فبتروح لهم وبتعرفها نات انه هو اللي قتل أمها وهو بينكر وبيقلب التربيزة لما بيعرفها اني نات تبقى أمها الحقيقية وتخلت عنها وبيقول لها انه عارف من الصورة وبتبقى سيري ساعتها متل اخبطة بين السر اللي اتكشف بعد الفترة دي وبين انها مصدقة ان إليا موت أمها لربتها لانه هو الوحيد اللي بيتحرك في البيت من غير ما حد يحس ولما بيلاحظ إليا ان سيري قربت تصدقها بيهجم على ناتو بيجري وراها لكن راندي بيكعبله فبيقوم إليا يخبطه بالحديد على ظهره وبيدي الحديد لسيري وبيمشي أما ناتفة بتطلع تدور على المسدس وبتتصدم لما بتلاقي تشال وبتنزل تلاقي سيري لوحدها لكن سيري بتروح عليها وفعينها الشر وبتفضل نات تشرح لها إنها سبتها علشان أختها كانت متجوزة ومستقرة عنها وهي الأنسب لتربيتها وفجأة بيجي إليا من وراها وماسك المسدس وقبل ما يخلص عليها بتحن سيري وبتضربه بالحديدة بتوقع منه المسدس وبتهجم عليه ناتو بتغرز السكينة في بطنه فبينزل إليا على السلم لحد ما بيتكعبله وبيقع بنفس الطريقة اللي أختها وقعت بيها وبعدها بيبيعوا البيت لراندي وبيقرروا إنهم يسفروا يعيشوا حياة جديدة في المدينة اللي نات شغالة فيها وبكده بيكون انتهى فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصات HD فيلم